السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح كيفية حفظ المواقع المفضلة في جوجل كروم لاستخدامها بشكل متكرر فلا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح في البداية يا شباب عشان نحفظ أي موقع في قائمة المفضلة كل يتحتاجون تسوونا تروحون على هذا الموقع اللي تبغونا نفترض الآن صفحة جوجل الرسمية بعد كده تروحون على هذا الخيار اللي هو خيار النجمة وهنا تكتبون اسم الموقع نفترض مثلا بالعربي جوجل وبعد كده من هنا تختارون هذا الخيار اللي هو تم وبكده بكل سهولة يا شباب عضفناها الآن في قائمة المفضلة فعشان تظهرون يا شباب قائمة المواقع اللي أضفتوها في المفضلة في عندكم خيارين الخيار الأول أنكم تفتحون صفحة جديدة بهذه الطريقة رح يظهر معاكم شريط المفضلة فتقدرون تختارون موقع جوجل اللي أضفناه أو أي موقع آخر الطريقة الثانية يا شباب عشان تروحون للمواقع اللي أضفتوها في شريط المفضلة تروحون على الثلاثة النقاط اللي فوقها لسار وبعدين من هنا تضغطون على خيار إشارات مرجعية رح يظهر هنا عندكم المواقع اللي أضفناه في شريط المفضلة وأيضا برضو تقدرون تختارون هذا الخيار اللي هو عرض شريط الإشارات وراح يكون موجود عندكم شريط المفضلة بشكل دائم بحيث أن أي موقع تضغطون عليه رح يكون موجود شريط المفضلة وإذا تبعون يا شباب تحذفون أي موقع من شريط المفضلة تضغطون عليه كليك يمين وبعد كي تضغطون على خيار حذف وراح يتم حذفها من شريط المفضلة فهذا كان يا شباب شرح اليوم إذا حابين تعرفون أكثر عن جوجل كروم أو التطبيقات الأخرى اشتركوا معنا في القناة نشوفكم على خير مع السلامة